اهلا بكم في ديلي تايمز عربي خلال الوقت الذي يتطلع فيه كل مسافر إلى الحصول على خصومات ويبحث عن أرخص شركات الطيران تقدم الشركات التي سوف نذكرها في هذا الفيديو رحلات بأسعار معقولة وملائمة للعديد من الميزانيات لسنة 2023 هناك العديد من شركات الطيران المختلفة في جميع أنحاء العالم أسعار تداكرها تختلف اختلافا كبيرا وتتنافس فيما بينها من أجل تقديم عروض تجدب الزبناء ويمكن تحديد ذلك من خلال طرقهم وأنظمة الحجز وخدمة العملاء والخدمة الإضافية وحتى التكلفة نتيجة ذلك ولكن بشكل عام تستنتج هذه الشركات أن الكثير من المسافرين يفضلون الركوب في أرخص شركات الطيران التي تقدم قيمة كبيرة مقابل أموالهم كلما سافروا وتعد التكلفة عاملا حاسما عند اختيار شركة طيران سواء كان ذلك لاحتياجات الركاب أو البضائع وتبقى التكلفة تؤثر على الناس وطلبهم لشركة طيران معينة ونتيجة لذلك يعد العطور على شركة طيران ميسورة التكلفة أمرا جيدا للمسافر وفيما يلي إليكم أكثر عشر شركات طيران سوف تقدم عروضا ميسورة خلال سنة 2023 يجب عليك أن تتعرف عليها في المرتبة العاشرة شركة انديغو الهندية للطيران الاقتصادي وهي شركة طيران مقرها نيو ديلهي تم تأسيسها في سنة 2006 وصعدت أسهمها بشكل كبير بسبب اعتمادها على تكلفة منخفضة إضافة إلى جودة خدمات متوسطة الشركة تتوفر على أسطول ضخم من الطائرات يتجاوز مئة طائرة إرباس 220 وتغطي بها تقريبا كل الوجهات المهمة في آسيا في المرتبة التاسعة طيران ايزول بريزيليان على الرغم من أن شركة ايزول بريزيليان ايرلاين ولدت من رحم شركة ويست جيست والشريك المؤسس لشركة جيت بلو فقد تمكنت شركة الطيران هذه من التحرك بسرعة في عملياتها وتأسيسها بشكل جيد في السوق الشركة تقدم خدمات عالية الجودة مع طاقة مقصورة رائع وطائرات حديثة الشركة لها تواجد كبير في أمريكا اللاتينية وسوف تكون اختيارا موفقا إذا قررت القيام برحلات في أمريكا اللاتينية في المرتبة التامنة خطوط ساوت ويست الجوية الأمريكية ساوت ويست ايرلاين هي من أكبر شركات الطيران الاقتصادية بالعالم وتعد واحدة من أرخصها وأكثرها جودة في الخدمات ورغم أن تحقيق هذه المعادلة ليس أمرا سهلا لكن شركة الطيران تمكنت من القيام بذلك ساوت ويست ايرلاين تمتلك أكثر من 700 طائرة بوينغ 737 مما يسهل عليها تقديم رحلات عالية الجودة للركاب إلى مناطق مختلفة في أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية وعلى مدى العقود الأربع الماضية نجحت الشركة في بناء صمعتها بالاستمرار في تقديم رحلات الأمر الذي ساعدها في بناء قاعدة من العملاء المخلصين لوجهاتها على مر السنوات الماضية في المرتبة السابعة خطوط شركة إير إيشيا إكس إير إيشيا إكس هي سابع شركة طيران اقتصادية التكلفة في العالم وقد تأسست كشركة طيران تابعة لشركة إير إيشيا منخفضة التكلفة في ماليزيا بالاعتماد على قاعدة عملاء شركات الطيران المتزايدة وبالتالي منحهم مجالا واسعا للخيارات ونتيجة لهذا جاءت شركة الطيران بالعديد من طائرات الإيرباس الأي 330 والتي كان أداؤها جيدا للغاية في تقديم خدمات عالية الجودة وبأسعار معقولة تشغل شركة الطيران معظم خطوطها في آسيا بكل من المقصورات الاقتصادية والمميزة وتعتبر شركة طيران إير إيشيا إكس ميسورة التكلفة لدرجة أنها فازت بالعديد من الجوائز في السنوات الأخيرة كأحد أفضل مقصورات طيران منخفضة التكلفة في العالم في المرتبة السادسة خطوط فيرجين أمريكا فيرجين أمريكا هي شركة طيران معروفة وموتوقة خاصة في أمريكا الشمالية إنها شركة طيران منخفضة التكلفة تعمل من سان فرانسيسكو وأسعارها هي جدابة لكثير من الزبناء حيث تتمتع الشركة بخدمات جيدة مما يجعلها خيارا متاليا لكل الزبناء الذين يريدون الصفر بشكل مريح وبميزانية محدودة وعلى الرغم من أن شركة فيرجين أمريكا تم بيعها لشركة طيران ألسكا إيرلاين عام 2016 فمن الملاحظ أن عملياتها وخدماتها لم تتغير وبصرف النظر عن كونها شركة طيران أمريكية إلا أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى الزبناء حول العالم حيث تقدم خدماتها في كثير من الوجهات في أمريكا الشمالية واللاتينية في المرتبة الخامسة خطوط جيت ستار الجوية خطوط جيت ستار الجوية هي شركة طيران منشأها أستراليا أسستها الخطوط الجوية الوطنية الأسترالية كشركة فرعية منخفضة التكلفة ويقع مقر الشركة في مدينة ميلبورن وقد نجحت جهودها في تقديم خدمات مميزة بأسعار معقولة ووجهاتها أصبحت تشمل كثيرا من المناطق في أستراليا وشرق آسيا في المرتبة الرابعة خطوط إيزي جيت بالنسبة لشركة طيران إيزي جيت لم يكن هذا هو الحال دائما لقد نمت شركة الطيران هذه مع مرور الوقت وعلى مدار عقدين ماضيين حرص مسؤول الشركة على تقديم خدمات جيدة وعلى خفض أسعارهم بسبب عامل المنافسة القوية في غرب أوروبا وقد جاءت جهودهم هذه بتمارها والآن أصبحت شركة طيران إيزي جيت واحدة من أكثر شركات الطيران انخفاضا في التكلفة بالعالم ويكفي القول أن شركة إيزي جيت تتوفر على ما يناهز 800 وجهة في جميع أنحاء أوروبا إضافة إلى عديد من الوجهات في شمال أفريقيا في المرتبة الثالثة الخطوط الجوية النرويجية تعتبر الخطوط الجوية النرويجية ثالث أكبر شركة طيران منخفضة التكلفة في أوروبا وتاني أكبر شركة طيران في الدول الإسكندنافية وأيضا تاسع أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث عدد الركاب الشركة تقدم جدول رحلات مكتفة محلية داخل الدول الإسكندنافية وأيضا إلى وجهات غرب أوروبا وشرقها وشمال أفريقيا وقد نقلت الشركة ما يناهز 20.7 مليون مسافر في عام 2013 وتتمتع الشركة بصمعة جيدة جدا داخل أوروبا أسعارها منخفضة وتتمتع بجودة خدمات عالية في المرتبة الثانية خطوط جيت بلو الأمريكية خطوط جيت بلو الأمريكية هي شركة طيران منخفضة التكلفة ويقع مركز عملياتها في مدينة نيويورك وتخدم أساسا الوجهات داخل الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع الرحلات الجوية إلى منطقة بحر الكاريبي وجزر البهاماس وبرمودا وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومينيكان وجمايكا والمكسيك في سنة 2009 كانت الشركة تخدم 60 وجهة في 21 دولة وتأسست الشركة في أغسطس عام 1998 وكانت سياساتها منذ البداية اتباع نهج الصفر منخفض التكلفة لكن الشركة سعت للتميز وذلك من خلال توفير وسائل الترفيه على متن الطائرة تعتبر الشركة داخل الولايات المتحدة اختيارا مفضلا لدى الزبناء انخفاض السعر أيضا جودة في الخدمات وهذا ما يطلبه الأمريكيون في المرتبة الأولى طيران آسيا صنفت إير إيشيا مرارا وتكرارا على أنها أرخص شركة طيران بالعالم واحتفظت شركة الطيران بهذا اللقب لمدة تزيد عن 9 سنوات متتالية مما يجعلها واحدة من أفضل شركات الطيران المنخفضة التكلفة بالعالم وقد نمت الشركة بشكل مضطرد على مدى 15 سنة الماضية طيران آسيا هي شركة طيران ماليزية الأصل وتغطي ما يزيد عن 400 وجهة في 25 بلدا ومركز عملياتها الرئيسي هو مطار كوالالامبور الدولي تأسست الشركة في سنة 1993 من خلال تكت الحكومي ورجال أعمال لكنها بدأت عملياتها التشغيلية في 18 نوفمبر 1996 توسعت الشركة في عام 2003 داخليا في ماليزيا عبر افتتاح مركز تشغيلي آخر في مطار سيناي اشتركوا في القناة